2000 متر الميل وربع الميل اكتمال اذن لأفراس الانتاج رفعت الرأي البيضة لحظات قليلة فتحت البوابات اذن الاندفاع افراس الانتاج عمر الاربع وخمس سنوات التي لم تكسب متنافسة في هذا الشوط على جائزة احشاش العرجاني يرحمه الله حدرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثرى وذلك على مسافة الالفين متر ومقدار الجائزة اربع وخمسون الف ريال الانطلاق مشاهدين الكرام تبدأ في هذه الاثناء من نجيدة في المركز الاول مع هذه الانطلاق السريعة لنجيدة في المركز الثاني كوثر على ما يبدو في هذه الاثناء والتقدم كذلك من مزون الخير في المركز الثالث ومن الداخل يأتي التقدم لسنيورة جواد في هذه الاثناء فيما المقدمة لازالت مع نجيدة ابنة بوسي تتقدم ما في هذه المنافسة بقوة وكوثر الان تأتي من الخارج للمركز الثاني سنيورة جواد المركز الثالث اخصائية في المركز الرابع المنافسة القوية مشاهدين الكرام تتقدم إذن كوثر من الخارج مع هذه المنافسة ولازالت نجيدة تحاول التمسك بصدارة ولكن كوثر تأتي بقوة كوثر تتقدم الأربعمائة متر الأخيرة كوثر متقدمة ابنة عطي الله في الثلاثمائة متر الأخيرة متقدمة وبقوة المحاولات ربما تأتي من بقية الأسماء مشاهدين الكرام المنافسة القوية تأتي من العنبة وأيضا من سنيورة جواد من الخارج كوثر تحاول المحافظة على الصدارة وحتى خط النهاية مع سنيورة جواد نحتكم إلى كاميرا خط النهاية